أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين كابتن محمود الخطيب يكرم المدير الفني والثنائي المحترف لرجال اليد قبل سفره قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتكريم الأسباني دانيل جوردو المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال والثنائي المحترف رافايل كابوتي وأكاسيو ماركيز طبعا ده كان بعد مساهمتهم مع الفريق خلال المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية بالنيجر وذلك قبل سفر كل منهم إلى بلده لقضاء فترة الأجازة وتأكد غيابهم عن حفل تكريم فريق اليد والسلة والطيرة الذي يقام خلال الفترة المقبلة حرس أيضا الكابتن محمود الخطيب على تكريم المدير الفني وثنائي الفريق لما قدموا من جهد وعطاء تؤتوجة في النهاية بفوز الفريق بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي والتأهل إلى كأس العالم للأندال سوبر جلوب التي تقام في المملكة العربية السعودية وأهدى لكل منهم درع وعلم النادي وطبعا كانت إدارة النادي قررت تكريم فرق النشاط الرياضي التي حصدت العديد من البطولات هذا الموسم وإقامة احتفالية للإحتفاء باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وفي مقدمة الفريق الأول لكرة القدم رجال الذي شارك لكرة السلة أنا آسف رجال الذي شارك في خمس بطولات وفازة بها جميعا مسجلا وعملنا لحضراتكم هنا حفلة كبيرة جدا للفريق وزيما حضراتكم شايفين تكريم كابتن محمود الخطيب وأيضا كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد والسيد الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اشتركوا في القناة